موسيقى موسيقى بالنسبة لهاد القانون ديل تصوير تصوير الفيديوهات والبت ديل الوقائع والإحداث على موقع التواصل الاجتماعي وتصويرها يعني وبتها بأي وسيلة كانت صدق قانون في الآن وهو القانون ديل 113 فعلا هاد القانون يجرم تصوير هاد الحدث ولكن هاد التقنين تقنين ديل تصوير أو تقنين جريم حصروا المشرح في حالات خاصة كنلقاه الفصول الفصر بعمية وواحد وسبعين يعني الفقرة اللولى كيقول بأنه يعقب الحبس من كده إلى كده وغاراما كل من قام عمدا بأي وسيلة كانت بما في ذلك بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية بالتقاط أو تسجيل أو بت أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري ما اللي غيرت توقفوا على هاد الشكل الخاص أو السري هناك ترح سؤال أشنه هو الشكل الخاص وشنه هو الشكل السري كيعود لفصل الفقرة الثانية من الفصل كيقول أن أن يعاقب بنفس العقوبة من قام عمدا بأي وسيلة كانت تتبيت أو تسجيل أو بت أو توزيع صورة الشخص أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته إذن أشنو كنلقاه هنا كنلقاه للمدج القانوني دي لهذه الجريمة هذي هي بت أو يعني تصوير أو البت دي الواقعة معينة يعني صورة دي الشخص أو فيديو نتاع شخص في مكان خاص بدون الموافقة دي له ولكن نعرفه بأن مبدأ الجريم العقاب يتشدد في في العناصر التكوينية في إثبات العناصر التكوينية دي الجريمة كلها يعني كنقوله القصد الجنائي وهذه العناصر دي تتكلمنا عليها يعني البت صوير أو البت في مكان خاص ونعدم الموافقة إذا كانوا هذي العناصر كلها مجتمعة كنقدروا نتكلموا على هذي الجريمة دي كنقوله بأنها في المجرم ولكن من لي كيكون الأمر في مكان عمومي مكان عمومي نعطيه مثال رجل رجال الشرطة أو العناصر الشرطة خصوصا لمكلفة بالشرطة الإدارية كنقوله شرطة المرور من لي كنلقوا رجل الأمن لبس الزي دياله الرسمي وأثناء ممارسة المهام دياله وعنده البتج يعني ذلك البطاقة التي تحمله رقمه المهاني والاسم العائلي والشخصي كنلقوا بمعنها هذه الكرة ما بقعتش السرية وكان قوله السرية أشنا هي كان رجلت في سير السرية الأش القانون المسترى الجنائية المادة 15 كتقول بأنه أعمال البحث التمهيدي وأعمال التحقيق محاطة بسرية وأن أي شخص كي يساهم في هذه الأعمال هذه يساءل جنائيا ومهنيا ومدنيا على إفشاء السر المهني إذن كنقوله السرية كتكون في أعمال الشرطة القضائية مليك تكون نازلة ولكن كي يبقى السؤال أثناء أعمال أثناء الممارسة ديال الشرطة لأعمال الشرطة الإدارية وحنا كنعرفوا بأن الشرطة الإدارية هي شرطة يعني شرطة ويقائية كتتدخل قبل ما تكون الجريمة مليك نلقى رجل شرطة في الشارع العام كينضم المورور مقات سرية فهنا كما كان عمومي ما كان مقاوش نتذكره على الموافقة ولا على الموافقة دياله ولا غير الموافقة دياله هنا كان صدموه بحواج غراء أنه قسمعنا نتفقو على واحد على مبدأ عام اللي هو الأمن الأمن العام والأمن العمومي هو شأنه المجتمعي كي يساهم فيه رجل الشرطة وكي يساهم فيه المواطن إلا ما كانش المساهمة دي لهذا العنصرين هادو رأى الأمن ممكن ممكن نتذكره على السؤال دي للأمن إلى أين وكان نتفقو على مسألة تانية هو أن الشرطي من المجتمع هو إنسان يتأثر بجميع يعني المحيط ديره يتأثر بالتربية اللي تنشي الاجتماعية والتربية اللي تلقاها والقيم اللي تشربها كالقوم اللي كان نعطيهم اللي دولة كتعطيه ديك الوظيفة ميمكيش نأزلوه على المجتمع كي يولي دائما هذيك التربية اللي عنده ديك القيم اللي عنده كتجسد عنده كيخصو يمارسها ذي كيبقى الإشكال هو أنه في الضوابط الضوابط اللي كي نأ هو أنه لأنه 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 التربية ديك القوانين كيخصو نحترموها الدستور كيقولينه في المادة في المادة أو في الفصل 22 أنه كيجرم أو يحضر ممارسة يعني ممارسة أي أعمال من الأعمال الحاطة بالكرامة الأدمية والأعمال التعديب والأعمال القاسية والمهينة والمعاملة الغير الإنسانية إذن هذا هذا الفصل هذا كي تكلم بشكل عام يعني فيما بغى تصدر لي يعني يصدر عن شرطة يصدر عن موظف يصدر عن مواطن تجاه مواطن يعني الفئة المجرمة يجب أن تفقع على هذا المبدأ كيلم بدأ التاني هو أنهم اللي كانت تفقع لهذه الجريمة هذه اللي منصوص عليها في الدستور من اللي كانوا بغون تبتوها كيوليهم أمام أمرين الأمر الأول هو أنه يخصنا أن تبتو هذه الجريمة وأنه كان عرفوا بي أن قانون مسترى الجنائية يكنصف مادة 226 على أن الجرائم لحرية الإثبات في المادة الجنائية ممكن الإثبات الجريمة بأي وسلم وسائل الإثبات ولكن المشرع أعطى كذلك المتهم أنه يتبت البراءة دياله بجميع وسائل الإثبات بما فيها يعني التصوار بما فيها جميع غير تكون طريقة الحصول دي لا تكون طريقة مشروعة بالنسبة لعمل شروط القضائية في الشريع العمومي أنا كان نظر لإدارة العامة الأمم الوطنية عابة غير تلزم هذا الشروط تعلمور أنه التزييب الزي الرسمي وأنه تعطيه البطاقة فيها الهوية دياله يعني في الإسم الكاميل والرقب المهني دياله عابة غير هكذاك إذن ما كانت ذكره على السرية أو المكان السري في شريع عمومي إذن كانت ذكره على أن الشريع العمومي فيها المبدأ العلانية فيها متحكي الناس اللي عندهم سيارة دياله اللي فيها اللي فيها اللي فيها كاميرات وكيصوروا بعض المرات الأحداث خصوصا الأحداث الحوادث التي تنتعى السير اللي كتسبف أضرار لديقاماتريال في الأضرار لمادي انتعى السيارة وبالتالي أنه كنقوله بأنه أنا في وجهة نظري يعني القانون هو الفصل واضح كيقول بأنه المكان السري هو الذي يمنع فيه التصوير المكان العمومي مباح فيه التصوير يعني تسجيل وتصوير قلبي